بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قال الله بعدها فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور كانت هذه الآيات من صورة سبأ وهي صورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة وتتكلم عن هؤلاء القوم الذين كانوا يعيشون في هذه المدينة وجاءت هذه القصة بعد الحديث عن ملكة سبأ وبعد الحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام لتبين لنا كيف أن عدم شكر الله على نعمه يضيع النعم وأن النعم التي ينعم الله بها على عباده إنما هي رهينة الشكر ورهينة الإنابة إليه فلابد على كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة أن يعرف قدرها وأن يقدر قدرها وأن يطيع الله فيها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها ذكر المفسرون حال هؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون هذه البلدة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة كانت المرأة تسير بوعائها فيسقط الثمر فيه وهي لا تتكلف لكثرة الثمر ولجودة الثمر فلا تتكلف حتى أن تقطفه أو أن تصعد إلى شجرته فتأخذه ولما عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يشكروا نعمه واعترضوا على عطائه وبعدوا عن هدايته ولم يؤمنوا به جل في علاه ولم يطيعوا رسله أعقبهم الله سبحانه وتعالى بسيل أزال ثمارهم واستأصل أشجارهم فلم يجدوا من ذلك إلا أوراق الشجر والقليل من ثمر النبق وهو صغير لا يكفي ولا يقارن بما كانوا عليه من النعم وهنا يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكر النعم والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكفران النعمة مؤذن بعقاب الله الدنيوي والأخروي فهذا درس لمن أراد أن يستمع ولمن أراد أن يلقي القلب إلى الله أن ينتبه لنعم الله التي أنعم بها عليه وأن ينظر دائما إلى نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعمة الواحدة لا يمكن أن تحصى كيف تدوم النعم على العباد تدوم بشكرها وملازمة طاعة الله فلو أن الناس فهموا ذلك وأدركوا ما هم فيه من نعم وإن قلت وشكروا الله عليها لدامت هذه النعم ولزادهم الله نعما وإنهم عصوا الله فلم يطيعوه ولم يشكروه على نعمه ولم يلتفتوا إلى عطائه فإن ذلك مؤزن بزهاب نعمهم ولقد ضرب الله لنا مثلا آخر حين قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ولقد ضرب الله مثلا آخر في صورة القلم بأصحاب الجنة هؤلاء الذين أورثهم الله جنة ثمارها تجود وتزيد وكانت هذه الجنة من نعم الله عليهم فلم يؤدوا حقها ولم يؤدوا زكاتها بل أرادوا أن يضيعوا زكاة هذا المال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا أن اغدوا على حرثكم فوجدوا أن جنتهم قد زالت وذلك لأنهم عصوا الله سبحانه ولم يؤدوا شكر نعمة الله وأول شيء من شكر نعمة الله هو أداء حق الله بإخراج الزكاة وإعطاء الفقراء والمساكين حقوقهم التي جعلها الله حقوقا من هذا المال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه وأن يصرف عنا البلاء وأن يبلغنا أعلى الدرجات وأن يكتبنا من عباده الصالحين وأن يتقبل منا في هذه الدنيا وأن يقبلنا وأن يجمعنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأن يتقبل منا وأن يقبلنا وأشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته